الولايات المتحدة الأمريكية تعامل الحوثيين وكأنهم ليسوا جزءا من طهران وعمليات إيران من عمليات الدعم للميليشيات الموجودة في المنطقة بشكل عام لماذا يعاملونهم بشكل مختلف للحوثيين تحديدا مقارنة بالميليشيات الذين قصفوا على الحدود العراقية السورية عند القصف كان بايدن واضحا من الولايات تكسس وجه رسالة مباشرة إلى إيران واتهم إيران بأنهم يقفون خلف هذه الميليشيات ما المختلف؟ طبعا المختلف هو أنها إدارة بايدن تحاول أن تفصل ما بين الميليشيات المدعومة إيرانيا وبين إيران حتى في العراقية تحاول أن تفعل ذلك لأن إيران يمتل عن هذه اللعبة تقول أن هذه الميليشيات نحن لا دخل لنا بها وأنت ترى خليفة سليماني عنده سياسة مختلفة يعني لا تراه في الساحة الحرب والمعارك مثل ما كنا نرى سليماني في سوريا والعراق وبالتالي تحاول أن تفصل تقول لهم سنعاقب هذه الميليشيات بمعزل عن الملف النووي الإيراني ولكن هذا لا ينفع قبل قليل كان هناك محاولة للصبر وعدم ربط الحسين بإيران ولكن في العقوبات الأخيرة التي صدرت قبل قليل من وزارة الخزانة الأمريكية على كيانين في الجماعة الحوسية قال البيان بصريحة العبارة هذه الكيانات تنفيذ أجندة إيرانية لتنفيذ أهداف إيرانية في اليمن قال هذا على حساب الشعب اليمني والمعاناة ومفاقمة الأزمة الأنسانية في اليمن من هذا المحاولة لا تصمد كثيراً بسبب سلوك إيران الحوسيين لديهم كان مثلاً هم فرصة ذهبية الآن في عهد جو بايدن أنهم يتم معاملتهم ككيان يمني ليس تابع لإيران ويكون لهم حصة مستقبلية في السياسات اليمنية ولكن يعزز فكرة أن لا يهمهم ما يجري داخل بلدانهم لا تهمهم الصورة الصغيرة داخل بلدانهم مثل جماعات أخرى جماعات الأخوان المسلمين مثلاً تفكر بشكل عام كيف يعني اليوم مثلاً هناك جماعات الأخوان المسلمين في سوريا بمليشيات لا يهمها ما يجري في سوريا تضير ظهرها بالقامة اللي قاتلت لأجلها في سوريا وتقاتل في ليبيا لأنه يهمها الصورة الكبرى وهكذا أيضاً مليشيات إيران وهذا لا يصمد يعني أمريكا لا تقدر أن تصمد بالفصل هذه الجماعات عن إيران وسلوك الإيران طيب ولكن هناك وصف لحكومة جو بايدن يعني خاصة من العرب من المواطنين في الشرق الأوسط بشكل عام يعتقدون أن جو بايدن ضعيف للغاية حتى هذه اللحظة هو يطرح مبادرة أوروبية على الطاولة وإيران هي التي تتشرط وتعاند وتسيطر على الموقف تماماً كما هو واضح حتى عملية الحدود العراقية السورية الكثير من العراقيين وحتى من السوريين يعتقدون هي عملية ردع عسكرية وليس لها دخل في الاتفاقية النووية والرجل كان مجبراً على ذلك هل تتفقين أنت مع ذلك؟ العملية على الحدود هي كانت واضحة شو هو سببها هو سببها الرد على الهجوم على أربيل اللي كان من جماعات مدعومة إيرانياً لم ترتشأ إيران بايدن أن يكون الرد الأول داخل العراق لكي لا يتم تعقيد موقف الحكومة العراقية بالنسبة للسورية يعني لا يوجد أحد تحرج وما في حكومة سورية صديقة للولايات المتحدة لكي تهتم أمريكا إذا أحرجت ولا ما أحرجت كان الرد على هجوم أربيلية تقول إدارة جو بايدن لهذه الميليشيات أن هذا الرئيس الذي يبدو ضعيف والذي يقول كثيراً أنه سيسلك الطرق الدبلوماسية والسياسية لن يتوانى عن استخدام الحل العسكري إذا ما كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات إيران التي تتهاول مع ما يسمى بالحل السياسي مثل ما ذكرت لك من واشنطن تبدو خطوة بايدن قوية لأنه رئيس أنت جاي ليحل مشاكل كورونا والمشاكل الداخلية حتى الآن المدارس للأطفال في أمريكا لا يذهبون للمدارس مدارس مغلقة الكثير من المشاكل الداخلية يحتاج بايدن يوم أن يمرر الحزمة الاقتصادية لمعالجة تداعيات كورونا ولم تمرر بعد ويقوم ويهجم على ميليشيات إيران هذا كان أمر مستهجر من بعض اليسار هنا في أمريكا الذين لا يريدون حروب ولا يريدون هجمات عسكرية في الشرق الأوسط كانت خطوة أولية خطوة صحيحية ردعية وهي خطوة للرد وإرسال رسائل كثيرة للميليشيات المدعومة إيرانيا ولكنها طبعا خطوة ليست حازمة وحاسمة وليست بإمكانها أن تحسم شيء في الصورة الكلية أما بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني والانتفاق هناك وجهة نظرين وجهة نظر الإيرانية التي تقول اليوم وفي هذه اللحظة يجب أن ترفع أمريكا كل العقوبات عن إيران وتتوقف عن تطبيق أي عقوبات عن إيران وهكذا يكون عدنا إلى التزاماتنا بالبرنامج النووي أمريكا تقول أن برنامج حتى إدارة جو بايدن ومسؤولي بايدن أن البرنامج بالشكل وصورته في العام 2015 لم يعد ينفع لأنه إذا الآن عادت الإدارة إلى برنامج 2015 تنتهي أصلا صلاحيته في 2026 وتبدأ اتباعا إدارة كل القيود النووية عن إيران وبالتالي الإدارة ما عندها أي إمكانية أن نتعود للاتفاق بشكله في العام 2015 لديها شروط جديدة هنا إيران تتعند وتقول لن نريد أن نعود إلى المفاوضات إذا كان عندكم شروط جديدة الإدارة ليس لديها فقط شروط جديدة بالاتفاق النووي ولكن شروط متعلقة ببرنامج إيران الصاروخي وسلوك إيران في المنطقة وحتى هذه اللحظة المتحكم هو واشنطن برأيي لأن الأوراق لا تزال بيدها ولا تزال كل العقوبات مطبقة على تهران تحاول أن ترفع تجميد أموال خاصة بها موجودة في كوريا الجنوبية وفي اليابان ولكن أمريكا وهذه الدول هي حليفة أمريكا قالوا لا رفع لتجميد هذه الأموال حتى يكونوا التفاهم كل مع واشنطن طيب ولكن كيف تعتقدين بأن واشنطن هي المسيطرة في هذا الموقف؟ ويعني إيران هي التي فرضت شروطها الآن هي طلبت من واشنطن بشكل واضح ترفعون العقوبات سنتحدث غير ذلك لن نتحدث معكم نهائيا واضح أن إيران غير منزعجة وغير متضايقة تماما من عملية الضغط الأمريكي على إيران في ناحية الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية التي لا زالت هي مفروضة الآن على إيران واضح أنها تستطيع أن تصمد حتى أكثر من سنة من الآن إذا ما التزمت واشنطن بالشرطة الإيراني كيف لواشنطن أن تكون مسيطرة برأيك؟ طبعا بايدن يعني لم يفعل أكثر ما فعله دونالد ترامب لإيران يعني هذا حتى نكون متفقين عليه هنا في واشنطن لا اليمين ولا اليسار يرغب اليوم بحروب لتغيير أنظمة ولقلب أنظمة في أمريكا يعني لا أحد من الأمريكيين يوم يذهب وينتخب رئيس يقول سأغير وأقله بالأنظمة يعني اليوم سياسة ترامب هي نفسها تجاه إيران لا تزال العقوبات نفسها مطبقة إدارة بايدن لم تتراجع عنها ولكن أيضا لم تتراجع عن تمسكها بالعودة إلى الاتفاق بشروط جديدة هنا إيران تقول نحن صبرنا بعهد ترامب فسنصبر وبدأنا أسمع من تهران تصرحات لأن بايدن لا يختلف عن ترامب بايدن سيحاول أن يعود إلى اتفاق جديد اتفاق نووي جديد مع إيران لأن إيران في هذه الأثناء يجب أن نتذكر أنها تنتهك القيود على برنامجها النووي وتصاعد من برنامجها وأنتوني بلينكين قال هي ساقت قريب جدا بإمكانها أن تحصل على سلاح نووي وأيضا هذا الأمر أكدته الاستخبارات الإسرائيلية وبالتالي هو هناك حاجة بأن يكون هناك اتفاق ولكن لا يبدو لي أن إدارة بايدن تتنازل يعني هي لو تنازلت كانت قالت لإيران نعود إلى اتفاق 2015 ونرفع عنكم العقوبات ولكن هذا لم يحصل وإيران طبعا عليها ضغط داخلي كبير هناك انتخابات في إيران هناك الجناح العساس هو المعتدل يعني روحاني الذي أقنع أصدر خمينئي بأن يكون هناك اتفاق مع أمريكا اليوم هو ملام يقول ها نحن عولنا عليكم وصدقنا الولايات المتحدة وجاء دونالد ترامب وخرج من الاتفاق وعاد علينا كل العقوبات وبالتالي اليوم موقف هؤلاء الذين يريدون أن يتحاوروا مع أمريكا في طهران أيضا ليس موقف سهل يعني هناك تجاذبات كبيرة في طهران وتهران اليوم التي تقول أنها انتهت من عنجهية ترامب وقالت لجمهورها أنها اليوم رساءة جو بايدن يوم جو بايدن لا يبدو سهل لها كما تقول أنا سننتقد من مقتل سليماني بترضي القوات الأمريكية من العراق اليوم هناك قوات أمريكية وأوروبية بالعراق أكثر من عهد دونالد ترامب هذا كان قرار الناتو وقرار أمريكا طبعا هي تقول هذا الناتو وبالتالي هي أيضا تريد أن تحفظ ماء وجهها ولا تعود بشروط إدارة جو بايدن لذلك لا يحصل حتى الآن تناظر تشارل 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 ايوه تشارivity